تحت رعاية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية افتتح مساء أمس المعرض والمؤتمر الدولي التاسع للجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط وذلك بحضور معالي وزير النفط حيث يجمع المؤتمر والذي يعقده تحت شعار الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الأمن عددا من صانعي القرار وقادة الأعمال والشركات والخبراء في مجال الأمن الصناعي ويهدف إلى تحت الفرصة للمشاركين لعرض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجال الأمن وبهذه المناسبة شهد معالي وزير الداخلية بكفاءة وجاهزية شركة أرامك السعودية معربا عن تقديره للإجراءات الاحترافية التي اتخذتها لمعالجة آثار وتداعيات العملية الاستهدافية الآثمة التي تعرضت لها المنشآت النفطية في محافظة بجيغ وهجرة خريس بالمملكة العربية السعودية موضحا أن الحادثة رفع كافة المعنويات لإمكانيات الاستيعاب مثل هذه العمليات الاستهدافية وهذه فرصة لتشكيل فريق عمل مشترك مع رامكو في إطار التعاون والاستفادة من الإجراءات المتخدة وأوضحا أن هذا التجمع الواسع لخبراء الأمن الصناعي والسلام العامة يمثل فرصة كبيرة لمواكبة أحدث التطورات في مجال السلامة والبيئة بمواقع العمل وتبادل الخبرات والتجارب في ومواكبة أحدث التقنيات بهذا المجال موضحا أن هناك استهدافا واضحا للمواقع والمنشآت النفطية في المنطقة الأمر الذي يتطلب مواصلة التدريب والاطلاع على التجارب والخبرات الإقليمية والدولية الناجحة حتى يمكن الاستفادة من ذلك في حالات الطوارئ متمني المعالي للجميع دوام التوفيق والسداد من جهة ألقى المهندس عالي بن محمد الزهراني المدير التنفيذي للسلامة والأمن الصناعي في شركة أرامكو السعودية رحب فيها بمعالي راعي الحفل مشيدا بالدور المحوري لمعالي وزير الداخلية في مواصلة دعم الفعاليات المتخصصة مثل هذا المؤتمر كما أعرب عن شكره لمعالي وزير النفط على دعمه كما ألقى معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط كلمة أشاد فيها بالاستجابة السريعة لشركة أرامكو السعودية في معالجة أثار الحادث الأثيم منوها إلى أن سرعة الاستجابة ساهمت في تجنب ارتفاع أسعار النفط كما تطرق إلى الحديث عن استخدام التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز منوها إلى استخدام نظم تحكم رقمية في عملية المصفاه وأبار النفط والغاز والاعتماد على برامج إلكترونية للتحكم بالتدفق النفطي وهو ما تطور الآن للذكاء الاصطناعي ويزيد يوما بعد يوم اعتمادنا على التكنولوجيا في عمليات الصيانة والتنبؤ بالأعطال والعمليات التي لا تعتمد على الإنسان وخلال حفل الافتتاح قام معالي وزير الداخلية بتكريم القائمين على المعرض والمؤتمر مشيدا بحرصهم على عقد هذه الدورة في مملكة البحرين والتي تعمل بشكل مستمر على تشجيع هذه النوعية من المؤتمرات المتعلقة بالسلامة العامة باعتبارها أمرا رئيسيا في كافة البرامج والمشاريع التنموية وقد قام معالي وزير الداخلية ومعالي وزير النفط بجولة في المعرض حيث تم الاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال الأمن الصناعي والسلامة والبيئة مشيدا بما يتضمنه المعرض من معدات حديثة وتقنيات متطورة في هذا المجال بما يسهم في فتح آفاق واسعة نحو تعزيز استخدام آليات السلامة العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة